كيف حالكم مصدقاء متابعي قناة استسمع العقليك الزهب يصنع قمة تاريخية جديدة بعد دقائق رح يتم فتح التداول على الزهب الدهب عند مستويات 2195 شو المتوقع بالنسبة للزهب الأسبوع الحالي وهل رح نشوف انتفاضة بالدولار وارتداد من المناطق الحالية كل هذا رح نناقشه بالفيديو إذا أول مرة بتشوفني مهتم بأمور التداول بشكل عام تداول فوريكس تداول كريبتو أتمنى منك تترك بالقناة فعل زر الجرس تكون متواجد معنا على قناة التليجرام إذا حابب تحصل على توصيات بشكل يومي توصيات مجانية تماما بتقدر تسجل عن طريق رابط إحالتنا من منصة أكسنس بعد ما توسق وتحط رمز الشريك أسفل بريد الإلكتروني وأسفل كلمة سر تواصل معي حتى يتم إضافتك بشكل مجاني الدهب أصدقاء بآخر فيديو الأسبوع الماضي حكينا أعلى مستويات 2095 لا يوجد بيع نقدر نبيعه للذهب أسفل مستويات 2095 بمجرد كسر مستويات 2095 للأسف ما منقدر نبحث عن صفقات بيع في حالة ذهب عاود للصعود أعلى لـ 2095 ورجع لأسفل مناطق 2095 منقدر نبيعه غير هيكي ما منقدر نبحث عن صفقات بيع وبالفعل كان قرارنا هو قرار سليم تم الصعود بالنسبة للذهب بأكتر من ألف نقطة من اختراق لـ 2095 الذهب على قمة تاريخية جديدة شو المتوقع بالنسبة للذهب أيضا الدولار أصدقائكم نعمل راقب هالنموزج مع بداية الأسبوع تم الكسر إعادة الاختبار وللأسف شوفنا هبوط جدا قوي حاليا الدولار عند مستويات جدا مهمة مفترق طرق بها المنطقة هاي ممكن نشوف ارتداد من هالمنطقة لكن يلي بحذر منه أنا تكسر مستويات الـ 152 والإقفال أسفلها هذا رح يفتح أمامنا باب للهبوط للـ 101 ممكن وممكن يواصل رحلة الهبوط لمستويات الـ 99 في حال الدولار أوجد دعم من المناطق الحالية ممكن نتوقع عن عودة سريعة للأعلى عند مناطق الـ 150 لحنا أمام أيضا موعد جدا مهم بعد أيام موعد رفع الفائدة والمتوقع هو تثبيت الفائدة ومع تثبيت الفائدة يبقى الفدرالي الأمريكي هو من أقوى الاقتصادات بالفترة الحالية من ناحية تثبيت الفائدة ومن ناحية الفائدة المرتفعة إذن ممكن نتوقع ارتداد من هالمنطقة في حال ما كسرنا الـ 102.50 هذا رح يعتمد على البيانات الاقتصادية اللي رح تطلع هذا الأسبوع هذا الأسبوع شو في عنا بيانات اقتصادية يوم الاثنين ما رح يكون عنا بيانات اقتصادية مهمة يوم السلساء رح يكون شديد الأهمية رح يترقب العالم عصرا صدور بيانات التضخم الأمريكية ويلي رح يكون إلى تأثير كبير على الأسواق يوم الاربعاء ما في عنا أي بيانات اقتصادية مهمة يوم الخميس عنا بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي هو أحد مؤشرات التضخم المفضلة للفدرالي ورح يكون له تأثير كبير على الأسواق شو يلي فضلوا أنا نبحث عن صفقات بيع أو شراء بالذهب للأسف أصدقاء الصعود الحالي صعود غير مبرر غير مبرر وممكن الذهب ينتهي صعوده أو يوجد القمة بأي منطقة من المناطق الحالية يعني نحن قريبين أنا برأي من عمل القمة أنا برأي مناطق الألفين أقرب من مناطق الألفين وثلاثمائة هاي مودعوة لحتى نبحث عن صفقات بيع لحد الآن الذهب ما شكلي منطقة عرض واضحة بقدر أنا ببيع منها يعني في حال فتحة الأسواق وأقفلت أعلى مستويات الـ 2188 أي أقفل أعلى الـ 2188 راح توقع أهداف بالأعلى ممكن توصل 2196 وممكن نستهدف 2204 وآخر هدف أتوقعنا لهالأسبوع هو 2215 هاي أهداف الذهب في حال أقفل أعلى مستويات الـ 2188 أما في حال وصلي للقمة تقريبا 2195 للـ 222 وشفنا نوع من الرفض من هالمنطقة هاي ممكن أحكي عن بداية تشكل منطقة بيعية المنطقة البيعية هاي راح تكون عند الـ 2002 في حال استهدف السعر بقدر أنا ببيع من عنده لكن أهم شي شوف رفض من هالمنطقة هاي في حال استمرت بنية السعر بتشكيل قمم أعلى من قمم وقيعان أعلى من قيعان ما راح أنا بيع الدهب ركز صديقي إلا لحتى تشكلي منطقة عرض منطقة عرض ان رفض من هالمنطقة هاي من الـ 2195 اتأكد إنه هاي تشكلتلي منطقة بيع بقدر باعتمد عليها غير هيك أصدقاء لا أنصح ببيع الدهب حاليا هذا هو الاحتمال الأول إنه تشكل منطقة عرض في حال أقفلنا أعلى مستويات الـ 2195 في عنا أهداف 2203 وممكن بأحسن الأحوال 2215 هاي الأهداف يلي بقدر بحطها أنا للدهب هل بنصح بالشراء بالتأكيد ما بنصح بالشراء الآن ليش أصدقاء لأنه عنا صعود غير مبرر بسبب مخاوف من الاقتصاد الأمريكي أما في حال بدأنا تداول بسلبية بداية الأسبوع الحالي ممكن نتوقع كسر مناطق الـ 2155 للـ 2150 وهون ممكن نحكي عن مناطق تشكل مناطق بيع عند هاي المنطقة في حال كسرنا هاي المنطقة أكدناها كمقاومة ممكن نتحدث عن أهداف سلبية للأسبوع الحالي لكن طالما نحن أعلى مستويات الـ 2158 إذن الأمور مستقرة 2158 للـ 2150 تعتبر هاي المنطقة هاي المفتاح الأمان على المدى القصير وعلى المدى المتوسط بالنسبة للزهب طالما الأسبوع الحالي أعلى هاي المنطقة هاي ما رح فكر أبدا بصفقات بيع رح انتظر وراقب أما كسر هاي المنطقة أو تشكل منطقة بيعية في حال كسرنا هاي المنطقة شو هي الأهداف على فريم الأسبوع خسارة منطقة الـ 2095 أو الأغلاق قريب من هاي المنطقة يعتبر أمر سلبي جدا وممكن نبدأ رحلة تصحيح عنا لحنا ترندين مهمين جدا الترند الأول رح يكون عند مناطق الـ 2095 للـ 2085 تقريبا في هاي المنطقة هاي والترند الثاني رح يكون بمناطق الـ 2000 يعني ممكن تذهب في حال فقط 2095 ممكن يبدأ رحلة تصحيح رحلة هبوض باستهداف مناطق الـ 2000 على مدى أسبوعين للـ 3 إذا نذهب أصدقاء رح نراقب فتح اليوم كيف رح يكون إن شاء الله ورح نراقب كيف رح يتعامل مع هاي المنطقة ومع المنطقة الـ 2195 أهم منطقتين للأسبوع الحالي المنطقة الأولى 2158 المنطقة الثانية 2195 أيضا إذا نشوف النفط أصدقاء بآخر فيديو فيديو الأسبوع الماضي حددنا منطقة البيع يلي هي مناطق الـ 80.20 80 دولار مناطق بيع في حال كسر النفط والاستقر علىها رح يتشكل عندنا أهداف قد تتراوح من 82 إلى 83 دولار أوبك خفضت إنتاجها من النفط ولحد الآن ما شفنا أي بوادر إيجابية على النفط شفنا صعد لمناطق 80.60 سنت بعدها شفنا هبط بشكل سريع إذن منطقة 80 منطقة بيعية ممكن ناخد صفقات شراء لما يوصل الساعة عن مناطق 76 إلى 76.50 سنت هاي مناطق الشراء باستهداف مناطق 80 طبعا الـ Stop Blues رح يكون أسفل هالمنطقة هاي إغلاق شمعة 15 دقيقة أو شمعة 30 دقيقة أسفل هالمنطقة هاي ممكن ناخد صفقة شراء ويفضل مع لمس الزيل للأسفل والارتداد ممكن نبحث عن صفقات شراء في هالمنطقة هاي غير هيك أصدقاء مع وصول كل وصول لمناطق 80 ممكن نبحث عن فرصة بيع ومع وصولنا لمناطق 76 ممكن نبحث عن صفقة شراء حتى يتأكد كسر إحدى هالمستويات أما في حال تأكد كسر مستويات 76 ممكن يذهب النفط في رحلة هبوط سريعة لمناطق 72 إلى 73 راقب صديقي أتمنى لك أسبوع تداول موفق إن شاء الله إلى اللقاء